ونموذج جديد من نمازج إنتاج الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي من One Team من شركة علي بابا وهو نموذج صيني جديد بيمكنك من إنتاج فيديوهات بـ Complex Motions أو تفاصيل معقدة معكم مروة سليمان على قناة كل يوم موقع جديد وحكلمكم النهاردة على هذا النموذج ونجربه بشكل عملي ونشوف الجودة بتاعته متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة مع نموذج مفتوح المصدر يعني تقدر ان انت تحمله لوكالي عندك على الجهاز وتستخدمه ومش بيتطلب requirements كتير أو متطلبات كبيرة لجهازك وإمكانياته علشان تستخدمه عندك على الجهاز ولكن النهاردة ان شاء الله كمان حنجربه بشكل مجاني على إحدى المواقع علشان لو كان جهازك لا يسمح تماما بنزول هذا النموذج هذا النموذج هو نموذج One Two Point One من شركة علي بابا أو One Team وهو احتل المركز الأول على VBench وبيمكنك من إنشاء فيديوهات ذات حركات معقدة يعني تفاصيل اللي فيها معقدة وفيه كمان إمكانية إنشاء تأثيرات بصرية مختلفة داخل هذا النموذج بيحتاج VRAM requirement سأل من 9 جيجا بايت حوالي 8.3 جيجا بايت وحطي لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو للنموذج على Hugging Face عشان لو تحب إن أنت تنزله عندك على جهازك One Two Point One متوفر بـ 4 models أول model وهو 2TV14B وأيضاً موجود على Hugging Face الـ download link بتاعه وهو بي support 480 بيكسل والـ 720 بيكسل أما 12V 14B 720 بيكسل يعني بي support 720 بيكسل وأيضاً عندك model آخر بي support 480 بيكسل وأيضاً عندك model آخر بي support 480 بيكسل ولكن هنا One Point Three B هو نموذج خفيف جداً ممكن تنزله عندك على الجهاز مقارنة بالـ 14B وزي ما قلت لك إنت دلوقتي بحسب الجهاز بتاعك وحسب إمكانياته بتنزله هنا بيقولك note إن الـ 1.3B model is capable of generating videos as 720B يعني كمان الـ 1.3B model يقدر يمكنك إن إنت تنتج فيديوهات بدقة 720 بيكسل due to limited training as this resolution الترينج على resolution ده أولين ممكن الـ results تكون مش جيدة قوي ولكن هنا بيقولك هو قادر على ده طبعاً هو مفتوح المصدر فبالتالي ممكن أي حد من المطورين يعمل عليه تطوير معين يخليه جيد ويشتغل على requirements أو متطلبات للجهاز أقل وبدقة أفضل موجود space تقدر إنت تجربه على hugging face ولكن هياخد منك وقت كبير جداً عن تجربة وهنا أنا حواليك مثال من الأمثلة الموجودة على hugging face بالنسبة لي الـ text to video لأن متوافر text to video image to video ممكن أعتقد إن هو عشان في ضغط كبير عليه دلوقتي ممكن مع الوقت الضغطي إلو تقدر إنت تجربه هنشوف مع بعض هذا المثال الخاص بـ little dog wearing headphones يعني حاطة headphones وحاطة على ظهره قطة زي ما إحنا شايفين كده وكبان سلة فيها خضروات يعني ده الإنتاج بتاع هذا الموديل في أيضاً مثال آخر بصيني طبعاً النص مكتوب بصيني وعلى فكرة فيه موقع هعطولك في الرابط الوصفة أسفل الفيديو هذا الموقع هو موقع الصيني ممكن تجربه عليه ولكن إنت محتاج رقم صيني عشان تفعله هي دي مشكلته ولكن موجود على هذا الموقع أيضاً للتجربة ودي نتيجة أيضاً من النتائج تعال بأن نجربه إحنا بشكل مجاني على موقع crea.ai يلا بينا دلوقتي هنجربه على موقع crea.ai حط لك الرابط أيضاً في الوصفة أسفل الفيديو وأول ما هتخش على الموقع هتلاقي one two point one video model now available لو أنت دست على السهم حينقلك ليه تجربته فيه خمسمية واثنشر وفيه سبعمية وعشرين هو موجود تحت model هان يون هنا هتبتدي تحط الوصف اللي أنت عايزه وهنا الوصف حيكون a man is enjoying reading a book مستمتع بقراءة كتاب living room and environment is warm وهو قاعد جنب الشباك and weather outside is rainy بتمتر وهنا فيه خمسمية واثنشر وفيه سبعمية وعشرين والportrait and landscape ده بالنسبة ال aspect ratio وهتلاقي الموديل مكتوب تحت هان يون برغم أننا دخلت على one two point one ممكن يكون هو تحت الهان يون موديل وهنا هبتدي أن أقول له generate ونشوف النتيجة هنا أنا هانتج هي مرة واحدة هيسمح لي أن أنتج بيها هذا الفيديو لأن أنا جربت بأكاونت تاني هو ما سمح ليش غير أن أنا أنتج فيديو واحد حواليك هذا الفيديو ولكن resolution بتاع توقلم من اللي إحنا بنتجه دلوقتي وهنا هنشوف النتيجة بتاعة الفيديو بتاعنا وحننتظر ونشوف النتيجة ونرجع لكم مرة تانية تم إنشاء الفيديو الفيديو ما خدش وقت كبير كان بعض اللي جربوه قالوا بياخد وقت لأ هو ما خدش وقت كبير ولكن الفيديو برغم إنه ممتاز ويبان طبيعي جدا إلا إن فيه غلطة مضيعة الفيديو كله وياريت تقولولي في التعليقات لو خدتوا بالكم الغلطة في الفيديو فين فين سوعة مية وعشرين بكسل جيد الأجواء الشتوية برا الويندو قاعد جنب الويندو بيقرأ كتاب ولكن فيه غلطة أنا مش شايفة إنها غلطة بسيطة بصراحة لأن أنا خدت بالي منها من أول نظرة ياريت تقولولي في التعليقات الغلطة فين حواليكم بقى فيديو تاني أنشأته بكريا.اي بأكاونت تاني عشان تشوفوا الجودة بتاعت الفيديو الخمسمية وعشرين بيكسل ولكن ما فيهوش أي غلطة يلا بيه هنا ده الفيديو اللي تم إنتاجه أيضا باستخدام 1.2.1 هذا النموذج اللي موجود أيضا تحت موديل هان يان بص الجودة بتاعته خمسمية واثناشر ولكن مفيش خطأ إطلاقا في الفيديو هتلاقوا الفيديو جيد جدا شخص قاعد بيشرب كوفي ميدل ايجي مان أو أنا أعطاني بالضبط شخص منتصف العمر بيشرب كوفي هي لوكس هابي هو سعيد ممكن يكون بيبص لحد مثلا أو بيبتسم لحد ويبين أن هو سعيد جيد جدا هذا الفيديو دي نتيجة أخرى باستخدام نفس الموذل أتمنى أن هو يكون متوفر قريبا على أكثر من موقع وأيضا بالنسبة لي الانترفيس بتاعه اللي هو على هاجينج فيس يكون متاح بشكل نقدر نحن نستخدمه لأن هو للأسف الشديد بياخد مدة طويلة جدا في النتيجة يعني أنا بصراحة ما قدرتش إن أنا أستنى يعني ممكن حتى أوريكم نفس ال يعني ممكن أن أنا أوريك نفس البرومت أو العمر وهنا أقول له جينريت فيديو وهنا الريزولوشن تقدر نحن نختارها أنا هختار حتى يعني أقل حاجة خالص وهقول له جينريت فيديو هنا هيقول لي حياخد 338 ساكند علشان ينتج الفيديو فطبعا مدة طويلة جدا 338 ساكند أعتقد كام دقيقة نقسم بها على 60 دو في كام دقيقة وياريت إنه ما هياخد المدة دي في الانتاج ولكن زي ما قلت لك بالنسبة لي كريا اي اي ما خدش وقت كبير وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة عن نموذج 12.1 من علي بابا تيم أتمنى تكونوا استفادتم من فيديو النهاردة حتركوا كل الروابط في الوصفة أسفل فيديو وكل عام وأنتم بخير رمضان كريم عليكم جميعا أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله على قناة كل موقع جديد بقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعر الجرس عشان يوصل لبكل جديد ولو كنتم متابعين الأعزاء ما تنساش لايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة